تعالوا تعالوا معايا اقول لكم احنا كان نفسنا في ايه وعملناه ايه راح يبدأ بمبوني تقريبا كده بمبوني دايت ممكن تقول انه هنعمل ايه معهم النهاردة الشيك بتاعنا بيتكلم النهاردة ومن ارض المطبخ ومعاكم حيقول لي عمل ايه يلا بينا بقى تعرى وليك وانا هنعمل ايه هنجيب سامنة تمام وحنخليها تسخن هنضرب بصل ونقلب ونقلب ونفضل نقلب تمام وبعد كده هتبقى طبعا مجاهزة البصل بتاعك في الكبه او المبشرة حسب المتوفرة عندك تمام بعد كده هنحطها في السمنة لحد لما تسفر طيب وبعد كده بقى مش عارف اقول لي هنقلب لحد لما تبقى ايه تحمر مش تسفر تسفر ما تقولش معلومات غلط ما عرفش بقى انا بقى يعني انا حبيت اساعدك ما يعني ما تقولش معلومات غلط ما تسميش يلا ما نشروش كده من حد لما تسفر تمام وحنفضل نقلب برضو وبعد كده هحط فصين مستيكا تمام ورشتين حبهان مطحون حبهان مطحون ايوه هو كان مركز معلومات غلط الحبهان عشان ما بيجي تحت سنينه بيبداق جدا اه بيبداق جدا لما بيجي الحبهات تحت سنينة طيب وبرده ايه بنقلب نقلب هو ظهر نجاح الوصفة اللي جاية دي في التقديم لا هو البصل بس كان بيسفر زي ما انتو شايفين كده تمام طبعا بنخسر الفريق نازم تنقعوه في المية حوالي عشر دقيق قبلها وبعد كده بنفضل نقسره لحد لما ينزل الضرب بتاع والمية بتاعته تبقى وبتنقوم للخصة صح؟ تمام لأ مساحنا كنا جايبين و معلنة 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 نعم هنزيبه يتصفى كده شوية نزل ميته وحنجيب الكبدة والاونس ننزل بالكبدة على البصل طب ما تكمن انت لا مش عارف مش عارف معرفش معرفش تمام بعد كده بحط حبهين زي ما انتو شايفين وبحط ورق لورة حاجة بسيطة مش كتير وبعد ايه أسيبهم على النار شوية ونحط الفريق ننزل بالفريق طبعا بحط شقشاء مية صغيرة أنا ملاحقتش تضيفه الفيديو بسيبهم على النار لحد لما يبقوا نص سوا ودي وراك مخلية دي وراك مخلية الاكلة بتاعت النهاردة حمام كداب الناس اللي بتعمل دايت ممكن تحط فيه كوسة وجزر وممكن تحط فيه كوسة وبروكلي او كوسة ومشروب خلاص يعني احنا قولنا كذا انت عمتش بتاعت بالبروكلي صح او وفيه ناس بيحطوا فيه لحمة مفرومة مع بسلة يعني هو ليه كذا حاجة هو انت بتوظفه على حسب طبيعة اكلك طبعا دي مية ودقيق وملح ولمون تمام ولازم بسيبو فيها شوية طبعا انتو عارفين التقوز بتاعتنا ايه لحد يعني بسيبو حوالي سيعة كده بشتوفهم بعد كده واحدة واحدة تمام وحواليكو دلوقتي ازاي هنحشيه وهنعملو طبعا الفريق على النار حطط له شقشاء مية زي ما اتفقنا ومالح وفلفل اصمر او الانورة حضبين تمام علشان ايه اا الفريق تفضل فيها شوية بتابلها تدبيلة بسيطة تمام يبقى كده في مرحلتين بصل مرحلة الاولة عشان الفريق ومرحلة التانية لتدبيلة الفريق يلا بينا يلا بينا ايش اطر دي ايش اطر دي لا انا مركز على فكرة طبعا لا انا مركز انا تابلتهم كده كلهم تمام تمام وبعد كده بتكوني محضرة بس بزمتكم ايه رأيكم في التصوير ايه رأيكم في التصوير اكلنا النهاردة كانت عاموا طحفة لا انا باتكلم على التصوير مش لا والنهاردة كانت طحفة بصراحة انتو هتشوفوا منظروا اصلا انتو بجد هتقولوا يا هتروحهم وتعملوا زيه طيب احنا طلعنا برا المطبخ خالص يعني هنبتدي بقى نحشي هنبتدي بقى نستعين بقوات اخرى اه عشان خاطر ايه هنبتدي نحشي زي كرش بس بصوا الاحسن وانتي بتعمليه تكوني حطوه على اه الصينية عشان تعرفي انتي بتخياطي الجلدة في الجلدة ايه مش اللحمة في اللحمة عشان لو اللحمة في اللحمة هتفك منك طبعا وبتبتدي تقفليها كده واحدة واحدة ولو لقتيها محتاجة فريك بتزودي لو مش محتاجة خلاص بتقفلي طبعا ويفضل انها الحشو بتاعة هيكون مقبولة علشان ما تفرقعش انا بس فيه معروف عايز اقولها شايف الوركة اصلا ده الدبوسة بس هي اللي رأسها هي اللي بينه والباقي مخلية فبالتالي عشان كده شبه الحمام معنا هعورها لهم في الاخر او مش عايز ازبق لها حتاس مش عايز ازبق لها حتاس بس انتي بتخياطيها واحدة واحدة فعلا خلى بالكو وانتو بتستخدموا ما يكونش معاكم اه ابر كتير يعني اخيركو ابر او ابرتين عشان ما يتروش منكم تمام ودي ناصحة يعني اخوية مني لكم وبخيط كله والحد لما تخياطي يكون اه الميا بتاعت ان احنا بنسلق ونوصله اي حاجة تكون جاهزة ليه بصل طبعا حبهان ورق لورة اه مستكة تكون جاهزة على النار تمام بصوا شكلها السلام شكلها اصلا لوحده طحفة تمام احنا هنعملهم كلهم بنفس الطريقة دي ممكن بقى تحشوها اي حاجة استنوا اخليكم معنا كزا واحدة كاش تتعلمه ايوه ايوه الجلدة في الجلدة جلدة في الجلدة ما يمنعش ان انت تغذي جلدة مع لحم وجلدة مع لحمية يعني برضو وما يمنعش برضو تسيبونا في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقات بتاعتنا ومدى الاستفادة منكم من حيث التغذية او من حيث الرفاهية منتو عارفين برضو ساعات بنطلع بحلقات خارج الصندوق اصلاح لازم انت يوم بتاخد فيه حاجة انت نفسك فيها في الاسبوع تمام؟ بتعمل فيها حاجة برضو ايه تكون انت نفسك فيها وتاخدها وما تباوص الدنيا نرجع نلتزم تاني بحياتنا الصحية وتنسوش تدعمونا بقناتنا بلايك وفعل الجرس وايه؟ وشير كتير بقى قدش نشير بيبسيتني جدا تمام؟ احنا كله ده لسه مخلصناش اه لسه مخلصناش ما احنا عملنا ايه؟ اهو تمام؟ روح تجيبت ورق الفويل فضل اتنين كان فضل اتنين لسه انت هتعمليون بسرعة كده ما شاء الله عليك خلاص؟ هروح انا ايه في مسافة ثانيتين هتلاقي ورق الفويل حضر يا باشا تؤمر ورق الفويل ده اه ورق الفويل اه عشان هخليها بمبوناية ايوه بمبوناية بمبوناية تمام؟ وصلنا لمرحلة البمبوناية او هنحطها علشان ما تفكش من بص فنان اقسم بالله بص 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 ده كتير والله والله يا فنان عجماني ايه بقى وانت بتقي فيها زي البمبوناية كانت لزلك انا بدأت الحلقة بي يسا انها شكلها ايه حلقة كده حاجة غريبة بص بصوا بصوا بص ولا مقص ولا حاجة يعني بص بصوا الثقة بصوا الثقة ثقة بالنفس اه يعني جماعة والله ثقة بالنفس بص بقى طبعا المياه اللي كان بتغلي ايوه بعد كده اللي احنا عملناها اللي رحبة عملتها اذا سود مش انا انا صورت بس وبعد كده ايه حنبدأ نحط ايه كل بمبوناية ايه بمفردة اه هنحطهم واحدة واحدة وبعد كده هي ما بتخدش وقت عن نورها خدش وقت خالص يعني نص ساعة ساعة لربع بالكتير يعني نص ساعة انا اعتقد انها نص ساعة كمان نص ساعة انا هسابتها نص ساعة وخمس دقة نص ساعة عشان الفيديو يا جماعة نص ساعة. اه. نص ساعة اللي كان. حتي ملح في القصمر بتوعيك عادي خلص طريقة الشربة العادية اللي احنا كلنا بعمل. سلام سلام. وهنحطهم كلهم. اعتقد دي يا رحيم مش محتاجة حلها للضغط صح? لا 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 خلص. اه. حلت الضغط للحاجات تيلة زي الكرشة الكلام ده. الحاجات اللي بتاخد سوى بط. بتاخد سوى على النار كتير. تمام. زي الفل. ايه تاني بقى? تمام. بس الجزئية دي. دي المرميش. المرميش دي المتبقي من. اه. اه. ده هو الخلوة بتاعه. اه يعني. طبعا معلن. معلن. احنا عايزين نطلع بقى نطلع على حاجة البمبونية دي. تلعت? خلاص كده اعتقد خلصت صح? اه. اه. طبعا. شايفين البرام اللي جنب ال اه. مش عارفهم مشايفين ولا انا ما نسيت احطه في الفيديو. بس اه هو برام. عايز ان لكم المطبقي من الفريك. من الفريك. حطيته في برام معي شرشاء شربة ودخلته في الفرن شوية وبعد كده ولعت عليه الشوية طعم وطعم. لو انتم شطار الفريك ماذا يوصنف? ها? لا? انا عايز اسمع في الكومنتات. بوستها. بوستيها خالص. تمام? طلعت بعد كده خلاص هنفكها واحدة واحدة وهنضفها من الفريك اللي موجود حواليها. سلام. تمام? طبعا بقى هنطلع بقى كده. اه. وهنروح بقى هنحمر بقى. الناس الكيتو هتحمر. الناس اللي هو كرب هيعملوا ايه? ممكن يشفوه في الفرن اه. اه. خلاص? انت لو انت كيتو خمر. وطبعا الحشو بتاعك هيبقى كبدة وقوانس كل داخل كيتو وبروكلي. ممكن اه. فانا بتاعت انا عملتها كده بصراحة. انما عشان يعني يعني سوري يعني حدش يفتكر ان الدكتور ماشي على حاجة. انا ما بحبش ارفع الكارب بتاعي لان انا. اه اعدات اكتسبتها. ما بحبش ارفع الجلوكوز بتاع دمي عشان لو رفعته ببقى انا جعان. وانا ما بحبش هيبقى بقى جعان بصراحة. لان الجوع بتبوز في جميع عنظمة الضايت. بنتخن بعد كده. كده خلاص اه خلصنهم فكنيهم كلهم بنضافهم من اي فريك حواليهم. بصوا فعلا بنضاي شبه للحميم لو ده. ايوة ايوة. مجبوطة في نفسها. مجبوطة في نفسها. بص 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 منظر. تحس انها حميم بالفعل. والله شبه ايه. هتحدر طاصة. هتقول لك عارف شبه ايه. شبه ايه. شبه ايه. شبه ايه. شبه البتاع بتاع الجليد. ايه. اللي رأبته مش موجودة لك. بطريق? لا. قولو لنا اسمه. قولو لنا اسمه. اه جهزنا الطاصة. هنحط اسمنا وفاصين مستيكر. تاني. ايوة علشان اي حاجة هي بتتقلق لما بنحط لها مستيكة اللحم او الفرح بتدي طعمها. بص بص واحد او دين. بص بص حطينا السمنا. طبعا اللو كارب دايتس هيبدأ يحطها فين? هيبدأ يحطها في الفرن. بالنسبة للهرم الغذائي يشويها خالص. وهيبقى مرتين في الاسبوع بروتين. يفضل بلاش. الهرم الغذائي ما ياخدش الحاجات اللي فيها دسم. الوراك مليان دسم. فهياخد البروتين صدور. يفضل. تمام? مم. بعد كده ايه? نحط ننزل بالسمنة. بعد كده نحط ايه? المستيكة. عليكم معانا قوة اتنامو. عليكم معانا قوة اتنامو. خمر بقى يبقى. كل دا ايه? النار مش شغلة ولا ايه? ده شغلة باشا بس احنا بنمشي خطوة خطوة. خطوة خطوة خطوة. المشاهد يبقى معانا خطوة بخطوة. خلاص? معلقة واعت لازم المشاهد يشوف المعلقة واعت. لازم. خلاص? تمام? خلاص انزل بقى انزل يا بخش عليها ببتيل. ايه كده اه. السلام. هتعودوا بقى تقلبوا فيها كده في كل الجهات بتاعتها لحد لما تتحمر من كل الجهات. هتعجبكم جربوها على فكرة جميلة جدا فعلا. وهي فعلا بتتاكل تحسها ان هي فعلا يعني كأنك بمسك حمامية كده بتاكلها بأيديك. بالزبط شبع الحمامة وطعمها جميل جدا. جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا? تتتبقى تتحمر وتتقمر. السلام. لأ هتبقى جمدة. هتبقى جمدة. انا بقول لكم لهنا والشفا. آآ آآ عجبتكم الحلقة شير لايك سبسكرايب. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك لان الشير بيبساتنا. كان معكم دكتور احمد عبدالباري والحاب علاء. ومدورة. ومدورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة